مرحبا يا جماعة رح نرجع هلا نكمل مسألة الشورتتات وبدنا نكمل على نحنا كنا بادين على وراء هلا رح نكمل على اكسل كان في جزء الأول رح تكون موجود لينك لإله الفيديو لهذا المسألة إحنا بدنا نلقن شخص أو شاحنة أو سيارة أو أي شيء واحد من مكان البداية للنهاية من واحد لا واحد من واحد لحداش في عنا عدة محطة ممكن نمر فيها وخلال الطريق فيه أكتر من محدد ممكن يؤثر على اختياري للطريق هلا في المسألة هاي فيها خيارين إما يكون أجمل طريق أو يكون أكثر طريق لكن ممكن يكون فيه أكتر طريق مخدوم طريق في كازيات طريق في دكاكين طريق في حمامات على الطريق ففيه كتير اعتبارات لما ناخد الطرق بهذه المسألة تحديداً حددوا يا إما أجمل طريق عن طريق البوينت يا إما أكثر طريق فإحنا حنلقل المعلومات على أكسل وأكسل رح يعطينا القرار رح يعطينا إش هو أجمل طريق بناءً على هاي الموطيات وإحنا قلنا عند كل محطة في عنا صفر يعني لازم تحضر الفيديو السابق عشان نشوف التفكير والتحليل والشرح وهون تكمل بس التطبيق على أكسل بدنا ننقل من واحد إن كل سهم بدنا نحط القيم هاي عنده لذلك إحنا رح نروح على أكسل كل قيمة من واحد لتنين سيكون وقت السفر تنين ونصف وهو جمال الطبيعة ثلاثة القيمة تاعتها هذا لسه هاي جواب بيطل معانا لاحقاً مش لازم إحنا هلا يعني ننفطه ممكن نمحي هاي الأجودة هي تطل معانا بسولفر بنعمل كلير عنا كل سهم كل سهم تم تمثيله أو لا، صفر أو واحد إما أنا رايحة أحسب هذا الطريق أو ما رح أمر منه نهائي هلأ نجي لأ كل محطة كل محطة إما حتكون هي البداية أو النهاية أو بس للمرور فإحنا بدنا نجبر وإنه يبدأ من هنا وينتهي من هنا عن طريق هذه المحددات المحددات إحنا هلأ لدينا إشيء بإحنا نحسب قلنا في المسألة بالتفكير لما فكرنا في الموضوع فرحنا الأسهم اللي داخلة من الأسهم اللي طالعة واحد من الأسهم اللي داخلين سيكون واحد والبقاء ستنصفر واحد من الأسهم اللي حيكونوا طالعين هل نرجع للرسمة يعني إحنا هون عندنا مثلا ساهم واحد فقط داخل إذا أخذ هذا الطريق سيكون قيمته واحد ولما يطلع واحد حيكون صفر وواحد حيكون واحد حسب القرار اللي إحنا بحاجة إله في بعض الدوائر داخل عليهم ثلاث أصم بس واحد منهم حيكون رقم واحد والباقي حيكون صفر أو إذا ما أخذوا هذا الطريق أصلا ومشوا عن طريق هذا الطريق حيكون صفر 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 كليا لكن هو الأكسل سولبر حيقرر هل هو حيكون كله صفر أو واحد حسب اللي إحنا محتاجينه نرجع للمسألة هون استخدمنا ثم إف إش يعني ثم إف يعني بدي تلاقي لي اللي جاي الأسهم اللي داخل على واحد وطالع من واحد بدي تطرحه من بعض لما تشوفوا الفيديو السابق رح تلاحظوا إحنا هذا الإشي كتبنا فرحنا الداخل من اللي طالع عشان يتأكد إنه يا إما يوقف أو يبدأ من محطه أو يظلوا ماشي لحد ما يوصل للنهاية فكله عبارة عن صمقف إيش محتويات الصمقف بدي يرجع لي رح يطلع هون رح يطلع هون السهم إلى وممكن من إلى أو من من الجهتين ممكن تأخذهم ما بهم لكن إحنا بدنا ب السهم اللي إله لائيلي من هذا العمود ابحث أفن مطلوب منه إنه يجد في هذا العمود اللي هو مقطب الأزرق أن يجد الرقم واحد إحنا حكينا الأول إشي العمود اللي يبحث فيه ثاني رقم رح يكون اللي حيبحث عنه يعني هل في واحد هون لا ما في واحد إذن الناتج حيكون صفر لهذه يطلنا هي حتكون صفر وإشي يعمل فيه إذا كان إذا كان لأ أي واحد رقم واحد إجمعه إجمع اللي موجود في هذا العمود هذا العمود رح يطلعوا صفر رح يعطينا إما واحد أو صفر في هاي المسألة تحديدا لكن ممكن بمثال أخرى الثم إف يكون موجود أرقام ويجمع لي إياهم نحكي له مثلا الشخص اللي اسمه اللي اسمها سارة إذا إلها أي طيمة في هذا العمود يجمع لي كل علاماتها من هذا العمود وهي هي فكرة ثم إف نفس الإشي حنطرح للجهة الثانية نجي على الجهة الثانية بالعمود الأخضر هذا ابحث لي هل موجود رقم واحد هل في رقم واحد إذا كان موجود إجمع لي إياهم ومن ثم إحنا هون حاطين بدنا نطرحهم من بعض المسألة اللي فكرنا فيها على وراء موجود ليش إحنا طرحنا وكيف جمعنا فإحنا هلأ بنروح على صوربير هلأ بنشوف صوربير هذك طبعا كله انت بسأتعمل آآ آآ الثانية كل المسائل هون موجودة نفس الشيء لكنه رح يختلف مثلا إذا رح يكون عم يبحث على ثلاثة هون رح يبحث على ستة خللنا نشوف لما نكبس هون نلاقي إنه عم يبحث على ستة نكبس على مسألة تانية مثلا عشرة المفروض إنه يكون عم يبحث على عشرة في العمودين أول في هذا العمود إذا لقى نطرحه من العمود الثاني ورح يعطينا هذا الناتج فبهلا حنروح على solver حاليا إحنا لأنه محينا القرارات فما عنا أي قرار حاليا هنا بس نروح على solver لنحكي له عدة أشياء أولا إحنا اخترنا هون في هاي الحالة الثقب حنرجع نغير الحالة الثانية في هاي الحالة خطبنا أجمل طريق هاده أجمل طريق فبنن نعمل maximize بدي ياخد أعلى رقم موجود maximize لأجمل طريق أو فيه إشي مهم إحنا نتناه قبل ما نفتح solver هاي هاي إيش هو هذا المعادلة إحنا حسبناها على ورق حسبناها طبعا كتبنا كثير و كمية كبيرة لكن على اكسل تنكتب باختصار إنه بدنا نجمع ناتج ضرب هاي القرار هل هو صفر أو واحد اجمع لي اضرب لي بقيمة كل سهم هل هو ثلاثة أربعة اللي هو لما نيجي هون هاي القيمة أربعة تسعة 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 هل القرار نعم أو لا إذا كان نعم اضربه بثلاثة وإجمعه مع القرار الثاني اللي فيه واحد برضو وهكذا إذا كان صفر رح يضرب بصفر فما رح ياخد هذا الطريق نفس نفس الموضوع رح يكون لا أقصر طريق لكن هناخد هاي الجهة بدل ما ناخد هذا الصف العمود هذا رح ناخد هذا العمود لا أجمل طريق نفس إشي ناتج ضرب مجموع ضرب نعم أو لا القرارات ما الطريق اللي إحنا أخدناه يعني ممكن ما ناخد إش هو أطول طريق عن 4.7 غالباً هو رح ياخدني صفر فما أخد أكثر طريق لأنه مكلف هذا الطريق بياخد عدة ساعات طويلة غالباً لما نحله بسولفر رح ياخدني صفر بالمقابل التسعات غالباً رح ياخدها عشان ياخد أعلى طريق فإحنا هلا حنشوف سولفر إش رح رح ياخدنا جواب ننتقل هلا للسولفر قلنا هلا حالياً حنبدأ نبدأ بأجمل طريق بدنا ناخد أجمل طريق اللي هو هنا وقلنا الاش بدي أغير هو بدي يعطيني قرار بهذا أمحي هذا مين القرار بدنا ناخد بدنا يقرر أمر أو ما أمر من هذا الطريق نعم أو لا هذول نعم أو لا وحكينا بالمسألة لما كنا نفكر فيها أنه لازم يكون بايناري يا صفر يا واحد عمشي في الطريق أو لا فهنا حيكون الأجوبة بس صفر أو واحد إحنا أجبرنا نعمل يعني كيف نحط بايناري نعمل هيك نعمل قادم نختار العمود بالكامل بعدين ننجي عند هاي الخيارات نختار بايناري أوكي هيك إحنا أجبرنا طبعا هو صل موجود مرتين نعمل دليت فهكذا إحنا نجيب البايناري إيش هو المحدد الثاني اللي إحنا قلنا عنه إحنا قلنا إنه لازم ناتج الطرح هنا يكون صفر وفقط في البداية أو النهاية يكون واحد إنه وصر لكن الباقي لازم يكون الناتج صفر فإحنا جهرتنا النواتج لما تطلع على الورق في المسألة لما حلناها على الورق كنا كاتبين يساوي صفر يساوي صفر ما عدا الأولى والأخيرة في هذه الحالة إحنا لسا هون بس محددات بنخبره بنحكيله إنه بتذكروا الناتج يساوي الآخر داخل واحد طالع واحد مش زي مسائل ترانسشيطمنت الأخرى يكون داخل ممكن رقم أكبر أو رقم أقل من المطلوب لكن في هاي المسألة اللي داخل ندخل طالع فلازم نستخدم يساوي في هاي الحالة رح نستخدم يساوي هاي استخدمنا يساوي اخترنا ربنا نشيله هذا بنختار صفر صفر آد المحدد هات كل هدول لازم يكونوا متساويين مع هدول عشان أنا أتأكد نعفهم كامل ناخده هكذا أوكي أضفنا وإحنا نستعمل قرار واضح يعني مش مش معقد اللي هو لنير ما دخلنا في نوع أقرى من المشاكل فهلا ببساطة نحكي صال نحلل المشكلة وهون هو حاطت non-negative لأن إحنا ما عندنا صلبي هون ما في رقم صلبي كله إيجابي كله بوزيتب ما في negative يا نعم يا لا نحن لدينا binary فهي نوع negative solve الجواب لدينا أولا سيطلع لأجمل طريق 35 35 خلينا نجي نحن قلنا التسعات غالبا سعر هاي في تسعة أخذ هاي خمس أخذ أخذ الأرقام تسعة أخرى أخذ الأرقام كبيرة خلينا هلأ نشوف العكس بدنا نشوف أكثر الطريق نرجع على solve أول نختار هاي احنا بدنا مرة هاي بدنا أكثر طريق solve المرة بدي يعمل minimize بدي ياخذ أكثر طريق ما ياخذ أعلى رقم ياخذ أقل رقم والباريون سيكون نفسها هذول هيتغيروا مش هيتغيروا نفسهم بأنه سيعطيني طريق مختلف فهو نفس المتغيرة لكن اللي سيختلف إنه المحتوى سيختلف كمان نفس الاشي أنا بدي هاي الناس جدا نفسه متساوي احنا قلنا بهاي المسألة الان يساوي الاوت إذن المحددات هتكون متساوية في مسألة الترانس شبمنت هذي نعمل صول رح يختلف طبعا الجواب لأن قلنا يعمل minimize بدل maximize فرع معانا 11 ونص اختلف اختلف الأجوب هون اتجنب مثلا التسعة واخد اثنين اخد طبعا هو ما اتطلع أصلا ما ديكون اطلع المسأل 1.5 اقل من 4.5 ما اخد 4.5 انه طريق طويل 4.5 وهكذا